آلة الموت التي خلفتها الميليشيا في المناطق المحررة لا تزال تفعل فعلها الشائن في الجسد اليمني وستبقى تفعل ذلك لزمن طويل بعد سقوط سلطة الميليشيا حقول واسعة من الألغام زرعات بلا خرائط ولا مبرر عسكريا سوى إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين بالمناطق المحررة وهو ما يحدث الآن على الرغم من مرور أكثر من عام على طرد الميليشيا في محافظات عدن ولاحج أبيان قال البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام إنه تمكن من تطهير مساحات تقدر بمليون وستمائة ألف متر مربع من الألغام وتأشير مناطق حقول للألغام خلال عمليات المسخ وتجهيزها للتطهير وبحسب نائب مدير البرنامج في عدن فإن البرنامج قام خلال العام الماضي بتجميع واكتشاف أكثر من مائة ألف لغم وقذائف أخرى وتعامل مع مائة وأربع وخمسين مهمة طارئة تتعلق بالألغام في محافظات عدن ولاحج أبيان وذلك بناء على بلاغات الجهات الأمنية والمواطنين ضحي الألغام بالمئات حتى الآن ففي بعض مديريات عدن رصد البرنامج قرابة خمسمائة وستين ضحية فيما لا يزال الضحية المدنيون تساقطون بالعشرات في أكثر من منطقة من المناطق التي تشهد مواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة مع الميليشيا عماني من سلطة الميليشيا لم يعرف فيها اليمن يونس والموت الذي يأتيهم بأشكال مختلفة في كل مرة وتبقى الألغام أخطر ما ستخلف الميليشيا وراءها من وسائل الموت ولزمن طويل